اشتركوا في القناة وده شفناها في خطابات سيد الرئيس عبد الفتاح سيسي الكتير الفترة اللي فاتت وكمان سيد رئيس الوزراء فيه اهتمام كبير من الدولة ومن وزارة التموين في انها تحارب الغلاء او تغضي على الغلاء في الايام اللي جاية دي احنا دخلين على رمضان كل الناس شغلها الموضوع ده وكل الناس شايفة انه الوضع سيء طبعا ده يعني مصر زيها زي كل دول اللي عالم تأثرت بالحرب اللي شغالة بين روسيا واوكرانيا والازمة الاقتصادية اللي جات من تبعات ازمة كورونا فطبيعي ان احنا نتأثر زي كل دول العالم فالتأثير ده اثر على ناس كتير وخصوصا المواطنين محدودين الدخل او اللي معدومش دخول سبتة فعلشان كده الدولة كانت مركزة في الفترة اللي فاتت وخصوصا قبل رمضان على انها يعني اتحارب النقطة دي باكتر من حاجة منها مبادرات كتيرة بدأت بدأت شوفها في الشارع اللي بتاعت كلنا واحد وبتاعت المبادرات الرئاسية كمان كلنا واحد ومنتشرة في الكرة وبتاعت وزارة التموين وأهلا رمضان ووزارة الزراعة كمان بتاعمل مبادرات اخرى تشايف المبادرات دي يعني اهميتها في الكرة والنجوع والمناطق الاكثر احتياجة دي فرقة جدا في نقطة رئيسية انا شايفها من وجهة نظري بتحجم اللي احنا شايفينه او بعض الناس شايفها من التجار جاشع التجار جاشع التجار لانه ده يعني المفروض انه جائز حماية المستهلك واللي يسيطر عليه كمان احنا كمواطنين لازم نساهم لانه فيه تجار فيه اماكن بعيدة مش من السهل انه اجهزة الدولة توصل لها يعني صاحب السوبر ماركت اللي تحت البيت عندي او اللي تحت البيت عندي حضرتك ده صعب الوصول لي بالنسبة لأجهزة الدولة لكن لما يبقى فيه بدأيل بتقدمها الدولة بتقدمها وزارة الزراعة بتقدمها كل الجهات المنوطة بالتخفيف على التخفيف الاعباء على المواطنين فده هيخليني انا كمواطن هروح اجيب من الجهات دي ومش هروح للتاجر الجاشع اللي هو بيحاول يستغلمي يعني بنقدر نحارب الجاشع ده وبنقدر نضغط على التجار ان هم يلجأوا لي النسب بسيطة من كمان فيه رقبة كبيرة جدا على الاسواق كمان يعني المبحث التموينة عاملة شغلة كبيرة جدا على طبعا الجاشع التجار وزيادة الاسعار بشكل كبير جدا طبعا قبل رمضان يعني فيه احنا كل يوم بنتابع في الاخبار وعندنا في جديد الوطن بننشر لحظة بلحظة كل الجهود اللي بتبزيلها الدولة دي في انها ترصد اي محاولات لتخزين السلع او استغلال المواطنين او تخزين سلع غير صالحة لاستهلاك يعني او انتهت صلاحيتها علشان بعض التجار يحاول انهم يستغلوا المواطنين او يعيدوا تدويرها مرة تانية ويطرحوها لكن الدولة يعني مركزة جدا في الموضوع ده وبيتم ضبط اي محاولة للتلاعب وان شاء الله قبل رمضان هيكون فيه انفراجة كبيرة من خلال المبادرات اللي بتعملها الدولة والمواطنين هيلحظوا ده بانفسهم شوفنا زحام كبير جدا على هذه المبادرات لان التخفيض بيوصل فعل 30% الحقيقة واكتر كمان فالحقيقة انت شايف التخفيضات دي ازاي الحقيقة التخفيضات دي يعني هي المفروض انه تبقى موجودة في كل مكان في كل سوبر ماركت في كل هايبر في التجمعات العادية للمستهلكين لكن يعني زي ما قلت لحضرتك انه جشع التجار خلى الاسعار تضعفت بشكل بشع جدا كل لحظة وفي زيادة في الاسعار النهاردة غير مبارح غير بعد ساعتين وده مش طبيعي يعني ده السعر بيتم طرحه التاجر بيجي له السعر فالطبيعي انه هو يضع هامش ربح بسيط ليه ويبيع انما الزيادات المبالغ فيها دي من جانب التجار ده شيء غير مقبول يعني علشان كده هامش الربح المحدد في المبادرات دي الناس بتلحظه يعني لو حضرتك اشتريت من اي مكان حر برا غير اهل الرمضان غير المعارض اللي بتطرحها وزارة الزراعة غير المعارض اللي بتطرحها وزارة التموين او اه اه جاعة الدولة وزارة الدخلية يعني كل الجهات دي هتقدر تشوف بنفسك فرق السعر الكبير ما بين الاسعار اللي بتقدمها المبادرات دي وما بين الاسعار الحرة فده طبعا التوفير ده في صالح المواطن ويقدر يستفيد بي المواطن فصوصا ان احنا دخلين على رمضان ودخلين على عيد ان شاء الله وكل سنة وحضرتك طيب وكل استادل عندنا كمان مبادرة كتفة في كتفة للحماية المجتمعية الحقيقة ودي هتبقى في استادل قاهرة بكرة تشوفتها ازاي الحقيقة دي مبادرة هيلة جدا جدا لانها هي بدأت بالفعل من اربع الى خمس ايام في بعض المحافظات البعيدة وهيتم انتشارها في كل المحافظات لانها بتستهدف خمسة وعشرين مليون مواطن من محدودين الدخل او اللي ما عندهمش دخول سابتة الحقيقة المبادرة المقرر لها انها توزع حوالي اربعة مليون كرتونة رمضانية كل كرتونة منهم بتكفي لتقريبا خمس افراد من الاسرة فيعني بنتكلم عن من عشرين مليون لخمسة وعشرين مليون هتقضيهم السلع دي خلال شهر رمضان بالكامل كرتونة فيها سكر وزيت ومكارونا وارز ودي يعني كل احتياجات المواطن في شهر رمضان وكمان يعني احنا عارفين الجمعيات فيه تحالف بين الجمعيات تحالف الوطني بين الجمعيات كمان مهم جدا الجمعيات انها بتشتغل وبتكسف جهوتها والتحالف ده عامل حاجة كويسة جدا انه هو الجمعيات اللي لها باغ طويل في العمل الاجتماعي جدا جدا وانا شايف يعني انه فيه فيه مبادرة من من المواطنين ومن الجمعيات والتحالفات الوطنية انه هما ينفزوا رؤية السيد الرئيس في ان احنا يعني نبادر نمد ادينا للمواطن ونمد ادينا للبساطاء والمحتاجين فكمان المقطة اللي انا لحظتها في مبادرة كتف في كتف انها بتقدم نموذج هيل جدا للشباب المتطوع من شبابنا الجميل سواء الخرجين او الطلبة فيه عدد كبير جدا من الشباب بيبادر بانه يتطوع في هذه المبادرة وانه هو يجهزوا الكارتين دي ويوزعوها على المواطنين ده شفناه في عدد من المحافظات وان شاء الله بكرة في استاذ القاهرة يكون فيه تجمع كبير جدا المفروض انه السيد الرئيس هيبقى موجود في التجمع ده في وسط المواطنين علشان يعني يشكر الشباب اللي ساهم فيه المبادرة دي وعلشان يعني يوصل للناس رسالة انه احنا معاكم واحنا ادينا في اديكم ومش هنسبكم ده اللي بتعمله الدولة وده اللي بيبادر بيه الشباب وده اللي احنا هنشوف نتائجه على الارض خلال الايام اللي جاية كمان فيه سلاسل غذائية بتنضم لهذه المبادرات والحياة بتعمل مبادرات خاصة بها كمان تقول ايه بقى للجانب الاخر اللي هم بيستغلوا هذه الزمان الحقيقة يعني احنا انا شخصيا اتكلمت مع تجار على ارض الشارع وتكلمت معهم في انه الاسعار او الزيادات دي مبالغ فيها لكن هم بيتحججوا باي امور اخرى انه هم ايضا متضررين من الازمة الاقتصادية العالمية وانه هم ده اثر على دخولهم وكلام كتير من ده لكن ثبت بالفعل الحقيقة ومن خلال الاخبار اللي بتنشر بشكل يومي ومن خلال جهود وزارة الداخلية في ضبط بعض التجار اللي بيكنزوا السلع وبيخزنوها في مخازن بعيدا عن طرحها في الاسواق انه يعني في محاولات من بعض ضعاف النفوس انه هم يستغلوا الازمة دي وانه هم يتجروا بازمة المواطنين فاللي بتعملوا الدولة دلوقتي من خلال طرح هذه المبادرات بيضرب كل مخططاتهم الحقيقة لانه لو كان هم فعلا قدروا يخبوا بعض السلع فاحنا مش محتاجين السلع اللي هم خبوها الدولة الحمد لله فيها موفور من كل السلع الاستراتيجية وكل السلع المهمة وادرت انها توصل للبسطاء والغلابة في كل نجوع مصر وفي كل قرى مصر رمضان هيعدي ان شاء الله بدون ازمات وبعد رمضان في انفراجة كبيرة جدا هتحصل فيعني خلاص هم اي حد منهم هيتمسك هيتم محاسبته وعقابه وعقاب شديد على انه بيحاول يستغل المواطنين واي محاولة لهم ان هم يزودوا الاسعار مش هيتم ان شاء الله في ظل الجهود اللي بتحصل ملف اخر حياة هو ملف منتدى شباب العالم هو اللي بدأ اول جلسات نقاشية دور المجتمع الدولي في تقديم الاغاسة للدول واللاجئين فيها والدول المضيفة كمان عادي نتكلم في الملف ده هيبقى طبعا الاكاديمية الوطنية للتدريب الحقيقة يعني المؤتمر ده مؤتمر مهم جدا هو مؤتمر ايضا بيركز على الشباب ومستقبل الشباب واحنا شفنا السنوات اللي فاتت يعني حجد من الشباب المصري مشارك فيه وشفنا نمازج تدعو للفخر بتطمننا على المستقبل وبتطمننا على بكرة انه شبابنا قادر ان هو يبقى كوادر قوية كوادر متعلمة كوادر عندها ثقافة كبيرة عندها ايضا تلاحم مع الشعوب الافريقية الشقيقة والشعوب العربية الشقيقة من خلال النمازج اللي تقدمت لنا سواء في مصر او من الدول الشقيقة شفت تأجيل المنتدى شاب العالم ازاي السنة دي وتحويله لمصار اخر اللي هو الدعم للمجتمع الدولي الحقيقة يعني الدعم للمجتمع الدولي في الظروف اللي احنا فيها دي كان امر مهم جدا لانه احنا في ازمات كبيرة منها ازمة المناخ وكوب اللي استقبلتها اللي نظمتها مصر السنة اللي فاتت وتركيز على انه الدولة اه لازم توعي الناس بخطر اه الازمات اللي بتحاصر العالم كله منها ازمة المناخ ودي ازمة اه مهمة جدا فيه كمان اه الامارات هتنظم الدورة اللي جاية اه فيه اهتمام عالمي بالازمات دي وانه لازم الكل يركز عليها اه يعني مصر بتقدم جهود كبيرة فيه الملف ده وان شاء الله اه الفترة اللي جاية هنشوف جهود اكبر كاتب الصحفة عبد الرحيم الليسي نايم مدير تحريج ريت الوطن مشكورك جدا على تشريفك لنا شكرا الله حضرتك عزيزي المشاهدين دي كانت اهم عنوين الصحب الصادرة خلال اسبوع انا نلتقى معكم بالرصد والتحليل لكم مني قطيب المنا ماير فضلي